أرحب بي ضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ أحمد مصطفى الأسام مرحبا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك بداية بعد خبر ملف اليوم ثقافة أسان أضيقوى المحافظة الاستثمارية هي جديدة على الأسواق المالية في السودان كيف تقرأ أثر على الاقتصاد الآن؟ طيب في البداية أحب أهني شعب السوداني بهذه اليوم المباركة وحلول إيد الأطحى المبارك إن شاء الله أهلا بيك أنا أمل أن تعم بلادنا الأمن والأمان في مقبل أيها الأيام إن شاء الله بالنسبة لسؤالك عن ثقافة الصناديق الاستثمارية الصناديق الاستثمارية تاريخيا هي إحدى المنتجات المالية قديمة جدا إحنا إذا رجعنا بالذاكرة في بداية القرن العشرين القرن الماضي هي إحدى الأدوات التي خرجت بها أمريكا من الركود العظيم ما يسمى بالركود الاقتصادي ثقافة أسواق المال عموما في السودان هي جديدة يعني التداول والبورصة هي تعتبر إلى الآن لم تنتشر الانتشار الكافي الصناديق الاستثمارية إحنا بنتناولها كمنتج من منتجات أسواق المال الأسواق المال طبعا زي ما كلنا بنعرف أنه هي السوق المنظم الذي يتم فيه تداول الأسهم والسندة كل الأوراق المالية بالإضافة إلى السلع يعني هناك بورصات مخصصة للسلع فالثقافة في السودان حديثة وممكن تخصصت بها بعض الشركات منها شركة هايبرديل المالية المحدودة اللي هو الكور بيزنس اللي هو شاء وإدارة الصناديق الاستثمارية إذن هي واحدة من منتجات مالية في أسواق المال وهي تقافة جديدة في أسودان في أسواق المال السودانية تم الإعلان الآن على إطلاق أتخم صندوق استثماري في أسودان دولاري بـ 200 مليون دولار في أسودان ماذا يعني إطلاق مثل هذه الصناديق في أسودان وما أثر متوقع على الاقتصاد طيب قبل ما نتناول الموافقة على الصندوق الأخير خلينا نلقي نظرة سريعة جدا عن الصناديق الاستثمارية 2018 وما قبلها والآن حجم الصناديق الاستثمارية ككل في السودان إلى العام 2020 لم يتجاوز 11 مليار جنيه سوداني الآن الصناديق التي تديرها هي برديل لوحدها بالإضافة إلى هذا الصندوق قبل هذا الصندوق تتجاوز 46 مليار جنيه سوداني التي تستحوز على نسبة كبيرة جدا من الصناديق الصندوق الذي تمت إجازته الآن بـ 200 مليون دولار هو بيعني شيئين أول حاجة ده أول صندوق دولاري من نوعه في السودان صندوق دولاري معنى الاستثمار فيه بالدولار معنى العائدات والأرباح ستكون دولارية أيضا ثم استعادة رأس المال بعد نهاية عمر الصندوق ستكون دولارية فالدولار قد يكون جاذبا لأنه نحن في دولة بتعاني من تزبزب حاجة جدا في أزعار الصرف فالاستثمار الدولاري هو أكثر أمانا للمستثمرين الأجانب والمستثمرين السوداني المقيمين خارج السودان وللمستثمرين السودانين داخل السودان الذين يمتلكون ودايع استثمارية دولارية في السودان ما أثر المتوقع على التنمية إذن؟ إذا أخذنا الصندوق نفسه والهدف منه كما ذكرت أنت قبل قليل وهي تطوير مطار الخرطوم الدولي نحن هنا نتكلم عن استثمار ضخم جدا يهدف إلى تطوير مطار الخرطوم الدولي الحالي طبعا كلنا لا يغيب عننا وضع المطار الحالي في حالة أن مسافرين وقادمين للسودان الواحد يتحسر ويتأسف لوضع المطار بشكله الحالي المطار سيتم تحديثه بالكامل هي الخطة الموضوعة من خلالها الصندوق سيتم إنشاء مطار بمواصفات عالمية وهو يحتوي على ثلاثة صالات بسلاسة طوابق صالة للقدوم صالة للمغادرة وصالة للترانزيت الآن المطار للأسف لا يوجد فيه صالة ترانزيت السودان فقد بسبب الميزة دي أنه يكون هب للترانزيت لأفريغيا نسبة لموقع الجغرافي المتميز جدا جدا بالإضافة لأنه سيتم تمديد الرنوي 300 متر إضافية الكلام ده سيسمح بهبوط أضخم الطائرات في مطار الخرطوم نحن نتكلم عن بوينغ مثلا تريبل سيفن ستقدر تهبط بكامل وزنها وحمولتها من الوغود والأمتع نتكلم عن إنشاء بورو الجديد نتكلم عن تحسين البيئة الكلة حول المطار نتكلم عن 34 تيوب اللي هي لتخديم الغادمين والمسافرين نتكلم عن زيادة السعة الاستيعابية من 3 مليون مسافر سنوية ل13 مليون مسافر سنوية بعد حديثك هذا لما سيحدث من تطوير المطار الخرطوم شركة هايبر ديل تحديدا طرحت عدد من الصناديق والمحافظة الاستثمارية بنسبة تفوق 80% من حجم الصناديق الاستثمارية في السودان هذه الأرقام كيف تقرأوها؟ نحن نقرأ بزاويتين نقرأ بالزاوية الأولى من ناحية حجم الصناديق الناحية الثانية المستثمرين في الصناديق هايبر ديل طرح الصندوق الصادرات الاستثماري الأول الصندوق الصادرات الاستثماري الثاني صندوق الانتاج الحيواني الأول والثاني والثالث صندوق الطاق حجم الصناديق مجتمعة 46 أو قرابة 47 مليار جنيه سوداني بالجديد يعني 47 تريليون بالقديم طبيعة المستثمرين نفسهم إذا جئنا أخذنا الصناديق الإصدارات الأولى لإنتاج الحيواني الأول الصادرات الأول بنجد أن أغلب المستثمرين هم شركات أو بنوك أو قطاع مالي ومصرفي بنجد أن عدد المستثمرين في الصناديق اللاحقة الصادرات الثاني والإنتاج الحيواني الثاني والثالث والصناديق الجديدة أصبح الأفراد يشكلوا نسبة كبيرة جدا من المستثمرين في هذه الصناديق ده يعني إنه صغافة الصندوق الاستثمارية بدأت تنتشر الصندوق الاستثماري ببساطة هو وعاء بتحشد فيه إنت كل الموارد المالية وبكون مدرج في البورصة يعني حاملة الوحدة ممكن في أي وقت إنه في السوق الساني في السكندري ماركة تقدر يبيع الوحدة بتاعته ويرجع وبيحصل على أرباح شهرية الميزة الثانية إنه الصندوق بتوزع أرباح تعتبر مجزية جدا الصندوق الآن توزع 45% سنويا دينيس بترباع عالية جدا في الغطاع المالي والمصر في عمومه يعني بعد حديثك عن دور الصندوق وأهميته في التنمية الاقتصادية في السودان دعنا نعمل مقاربة يعني فيما يخص إنشاء مطار حمد بن خليفة بقطر عبر الصندوق الاستثمارية هل يمكن صندوق الدولار الآن الذي تم طرحه الآن بتعاون مع شركة هايبردير وأيضا شركة مطارات السودان القابدة هل يمكن له أن يعمل على تحديث وتطوير مطار خرطوم من تطبيق ذات النموذج الذي حصل أو حدث في قطر نعم الصندوق الدولار الآن هو الهدف الرئيسي له تطوير مطار الخرطوم هو أنا مش بقول هي ريها بتايشن هي إعادة إنجال مطار نفسه بشكل حديث وشكل يليغ بالسودان كدولة وكتاريخ وكموقع للسودان نفسه المشروع ككل تكلفته محسوبة ضم رأس مال الصندوق العوايدة التي تعد على المستثمرين دولارية سنويا هي تقدر قد تصل للـ 12% و13% ودي نسبة عالية أرباع عالية جدا دولارية إذا حسبناها بالأسواق الإقليمية أنا زي ما ذكرت لك قبل شوية أنه من أهداف الصندوق اللي هو إعادة تطوير المطار ككل من ناحية الصلاة من ناحية ترانيومية من ناحية البيئة المحيطة من ناحية التور نفسه هو حيكون مطار جديد سنراه غريبا إن شاء الله في السودان المشروع نفسه مدة الزمنية ما طويلة مشروع المطار يعني السودانيين موعودين سواء كانوا في السودان أو خارج السودان إنه خلال فترة وجيزة جدا لا تتجاوز 18 شهر إنه حيعبر عبر مطار عالمي ودولي حقيقي جميل شكرا لك الخبير الاقتصادي والمالية لأستاذ أحمد مصطفى الأصم شكرا لك الله يخليك شكرا